وفي الوقت الذي تستمر فيه المؤشرات الإيجابية بتحسن الوضع الوبائي تواصل مراكز التطعيم في كافة محافظات البلاد عملها خلال عطلة الأعياد الوطنية مركز الطب الوقائي في مستشفى الأحمد يشهد إقبالا متواصلا على تلقي التطعيم لأسيما الجرع التعزيزية بهدف دعم المناعة المجتمعية المنظومة الصحية في البلاد تواصل التحقيق نجاحاتها في التصدي للجائحات الصحية ممثلة بكوفيد-19 من خلال استقرار الوضع الصحي وفي ظل تحسن المؤشرات والانخفاض الكبير والملحوظ في نسب الإصابات وإشغال الأسرة في المستشفيات المؤشرات مثل ما أنتم شايفين كلها مؤشرات إيجابية والله الحمد أعداد الإصابات قلت بشكل جدا كبير أعداد دخول المستشفى بالإضافة إلى العناية المركزة الأيام السابقة الله الحمد انزلت الأعداد بشكل واضح فهذه كلها مؤشرات تعطينا طمأنينة تعطينا سعادة أننا الحمد لله نعتبر عدينا الموجة السابقة بإذن الله بنجاح خلال العطلة لازمنا مهتمين بموضوع الجرعة التعزيزية وموضوع زيادة المناعة عند الناس ومثل ما أنتم شايفين يعني ما شاء الله الإقبال جدا كبير فيعني ما نقدر أننا نحرم الناس من هذه الجرعة التعزيزية اللي ممكن تحميهم ممكن تسهل عليهم مايد أمور في حياتهم سواء مستشفى الأحمدي أو شركة نفط الكويت أو حتى القطاع النفطي بشكل عام نحن جزء ما يتجزء من هذا الوطن أكيد ويمكن عندنا الله الحمد الإمكانيات أننا نساعد فيعني الله الحمد بوجود وقفة شركة نفط الكويت والقطاع النفطي مع وزارة الصحة قدرنا أننا أغلب المراكز التطعيم الكويت كانت تجهيزها عن طريق شركة نفط الكويت مستشفى الأحمدي ممثلا في مركز الطب الوقائي واصل تقديم خدماته الصحية في ظل استمرار حملات التطعيم بشكل عام وتقديم الجرعة التعزيزية خاصة على طريق دعم المناعة المجتمعية في البلاد ومساندة الفرق الطبية في وزارة الصحة نأمل أن نسبة التطعيم في الكويت عالية جدا ومطمئنة والوضع الصحي بإذن الله في الكويت وهي جزء من العالم بأكمل إن الحمد لله الوضع إن شاء الله مضمئن بإذن الله ولكن مع الاستمرار بالإشتراضات الصحية وتباعد الاجتماعي يعدم الذهاب إلى الأماكن لا ندري إن الكويت الحمد لله مفتحت والأمور صارت الحمد لله أحسن ولكن الشخص اللي ممطعم ننصح أن يطعم أو اللي ما أخذ جرعة من الشطة والحمد لله الوضع إن شاء الله مضمئن المؤشرات الصحية الإيجابية لجائحة كورونا هي العنوان الأكبر خلال المرحلة الحالية وفي ظل استقرار الوضع الصحي ولكن الجائحات الصحية لم تنتهي كما كشف الأطباء والمختصون لذلك فالحذر واجب والرهان كبير على الوعي المجتمعي في سبيل الوصول إلى نهاية الجائحة الصحية من البلاد تماما فهد التركي تلفزيون دولة الكويت